السلام عليكم ورحمة الله نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ومعاكم اسماء من قناة وصفات اسماء غنشارك معاكم اليوم كيك راقي واكيد غينا الاعجاب ديالكم كيك مغاير على جميع الكيكات اللي حضرتها معاكم مسبقا طبقة ديال الكيك اللي كتجي خفيفة وطبقة كريمية والطبقة اللي كتجي الفوق هي طبقة رائعة ومقرمشة اكيد غتنا الاعجاب ديالكم معاكم اللي تشاهدوا الفيديو من الاول تل الاخير وفرجة ممتعة غنحتاج جوج بيضات نصف كاس ديال الحليب نصف كاس ديال الزيت نصف كاس ديال سكر سانيدة وجوج كبؤوس ديال دقيق الابيض جوج ديال الخمارات قبصة ديال الملح وسكر فاني غنناخدوا اولا هنا البيض اللي يكون بحرارة ديال الغرفة والحجم ديال البيض هنا اه الحجم كبير غننحطهم هنا في الاناء اللي غننننخلط في هاد المكونات غننوضع معاها قبصة ديال الملح وغنوضع سكر فاني ونصف كاس ديال سكر سانيدة والعبار هنا بالكاس ديال العنبة غننخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى يتغير اللون ديال البيض وغنضيف هاد المكونات مزيان 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 باش الكيك من الداخل كيجينا خفيف سواء خلطه بطره بالكهربائي او لليداوي يعني نفس النتيجة غنضيف هنا البيكن باودر او للخميرة الكيميائية وبالنسبة لدقيق راني غربلته مسبقا ضفت الكيك الأول ما تضيفوش دقيق دفعة واحدة بقوكا تضيفوه تدريجيا وهنا عضفت الكيك الثاني حتى كتخلطو هاد الكيك مزيان انتو مكتسييو هواش الخاليط خفيف او لا الخاليط هو هاداك تقيل الاجاكم الخاليط خفيف اه مثلا على حسب الحجم ديال الكاس اللي عبرتو بيه او لا البيض ايلا كان كبير او لا صغير ره ممكن انكم تضيفو نص كاس او لا اربع كاس يعني الخاليط ما يخصوش يكون خفيف بزيف وما يكونش عاقد بزيف ونضفت ملعقة صغيرة ديال الخل كتعطيها شاشة الكيك وناخد هنا شوية ديال الزبدة اللي غندهن بها القاعدة ديال المول باش ما كان ضمنوا انهم يلتسقش وغادي نرش شوية ديال الدقيق الابيض كامل على هاداك الزبدة ونهز ايدي الفوق ونفرغ الخاليط وغادي ندخل هاد الخاليط ديال الكيك يطيب الفران بارد غادي ندخلوها حتى كتبال ليكم حنا الغارة ديالنا الكيك ميكونش طالع بزيف وغير الكيك ينفوها كيطلع وكيتحمر من تحت ومن الفوق كنخرجوه وغادي نكملو التاتيمة ديال الوصفة بالنسبة الكيك هنا لالفران بارد دخلوها حتى كتبال ليكم طابت بالنسبة هنا غا نحتاج كورني فلاكس يعني اللي كيديروه الوليدات في الحليب وستعملت هنا كورني فلاكس بالمضاق ديال الدراء كيف ما كتشوفو غا ندخلو الفران حتى كيتقرمش باش هذيك الطبقة كتكون مقرمشة غا ناخد هنا الكيك من بعد مطاب شوفو كيفاش جلون ديالهم حمر غا نتقبو هنا بالفرشات او اللب بكيغدوهم من الفوق باش كنا نضمن ان السائل اللي غا ننكب عليه يكون يتشربوا هذي الكيك غا ناخد نصف كاس ديال الحليب مع رأس ملعقة ديال القهوة سريع الدوابان وغا نسقي هذي الكيك من الفوق شوفو راه تشرب لي الخاليط هنا بالنسبة للقهوة اللي درت مع الحليب خاصو يكون بارد ولكيك سخون او للعكس وغا ناخد جوج ملاعق ديال السكر سانيدة والكريمة السائلة اللي ما عندوش الكريمة السائلة ممكن يستعمل بودرة الكريمة شونتية يطلعها بكاز ديال الماء او اللي كاز ديال الحليب واللي استعمل الكريمة السائلة اللي فيها السكر سانيدة او اللي فيها الحلاوة يعني يستغنع للسكر وغا نطلعها حتى كتطلع مزيان بهالدرجة هذي ونحطها فوق من الكيك مباشرة وبالنسبة للكيك هنا هاد المرحلة مهمة ان الكيك خاصو يكون بارد تماما يعني لكنتم مزروبين دخلوا الكيك تي بارد في تلاجة وعاد طلعوا الكريمة وحطوها فوق الكيك حينتي لا وضعتوا الكريمة فوق الكيك وهو سخون راه غادي يدوب لكم الكريمة وبالنسبة للطبقة التالية اخطيت هنا كأس ديال السكر سانيدة حطيتو فوق ميقلات او اللي تحطو فوق كاسرون اللي يكون تقيل القاعدة ديالو تكون تقيلة ودرتو فوق نار مهيلة وخليتو احتكي دوب كيواللي بهدلون هادا عشكل كراميل ومن بعد غا نضيف ليه ملعقة ديال الزبدة هنخلي هاد الزبدة احتكي الدوب ومباشرة راه ناخد ياغورت بالنكهة ديال الفلون راه متوفر هادا وغادي نكبو فوق الخاليات وغادي نحرك هاد المكونات مزيان مزيان ونخليهم احتكي يغلوا شوية هنضيف قبصة ديال الملح وغا نخليه حتي يوصل هاد المرحلة ديال الغلايين باش كي يجي متماسك فوق الطباقة ومن بعد من بعد ما سخنت هاد الكورنيفلاكس هنستعملت اه العلبة اللي كتكون صغيرة رام توفة بعشرة ديال الدراهم اه في المحلة التجارية الكبرى ما بالنسبة للكمية اه 100 قرام غا ناخد هنال الكراميل من بعد ما اه طاب صافي وجد اه غادي نبدأ نكبو تدريجيا وانا كنخلط على هاد كورنيفلاكس وبالنسبة للكورنيفلاكس يعني ما تتقيدوش بالكمية اللي كي يبغيه مزيان على ممكن يضيف او اللي يضاعف الكمية ويدير طبقة اللي تكون غلايدة شوية صافي وغادي نوزعو بالنسبة للمول هنا را كان عندي انا مول كبير اللي استعملتو مول اصغر من هادا يعني غايجيكم عالي هاد الشي وهنا من بعد ما وزعت طبقة ديال الكورنيفلاكس من الفوق و الكراميل بديت كن ندير خطوط بالكراميل اللي تبقى ليه من الفوق وهذا هو الشكل ديال الكيك غندخلو التلاجه حتى كي يبرد ويتماسك وكي يقبط راسو وكنخرجو هادا هو الشكل ديالو كي يجيوا الطبقات بينين وكي يجي كيك حقا شي حاجة رائعة وكي يجي هماوي في الحطة ديالو وكذلك في المضاق وجربو اكيد الوليدات غينا لإعجاب ديالهم خصوصا طبقة ديال كورنيفلاكس اللي كتجي الفوق مع هذك الكريمة مع الكيك اللي كي يجي مسقي بالقهوة كي يجي مضاق حقا رائع وراقف المنظر كذلك ديالو هذي الوصفة ديالنا ديال اليوم إلي عجباتكم ما تبخلوش اللي بلايكات ديالكم وكذلك بالتعليق ديالكم والبنات اللي اول مرة كتزور القناة ديالي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا اشتركوا في القناة وفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الوصفات ومن هنا كنقول لكم شكرا على المتابعة إلى فيديو قادم وإلى وصفة قادمة بإذن الله